برنامج الأغذية يحذر من نفاذ أموال الإغاثة في سوريا حيث لا تكفي إلا ستين يوما فقط ما هي الصورة الحقيقية؟ ما هو الوضع سيد عوض؟ مساء الخير لكم في الحقيقة يعني الوضع المأساة الزلزال أضافت إلى مآسف الشعب السوري منذ عشر سنوات إلى الآن مأساة جديدة ومعاناة جديدة وتضاعفت أعداد المتضررين نحن بالأصل في مناطقنا لدينا أربعة ملايين شخص يعانون من نقص المواد الشديد بالأصل بالنسبة للأمم المتحدة والبرنامج الغذاء العالمي كان لديهم عدم تغطية 100% للمحتاجين في شمال غرب سوريا نحن اليوم مع هذا التخفيض يعني نسبة التغطية للأمم لبرنامج الغذاء العالمي كانت لا تتجاوز 60% اليوم نحن أمام هذا التصريح من البرنامج يضعنا أمام إشكاليات كبيرة يضعنا أمام احتياجات كبيرة بالأصل هي مساعدات الأمم المتحدة لم تصل إلى كل المتضررين كما ذكرت تقرير قبل ذلك ونحن لدينا أعداد كبيرة من المحتاجين بحاجة إلى المساعدات العاجلة طيب لماذا لم تصل المساعدات إلى جميع المتضررين إلى الآن؟ ما هي الأسباب؟ هل هي نقص؟ هل هي ربما تذهب لأشخاص وأشخاص أخرى لا تشملهم؟ هذه المساعدات؟ ما هي العراقيل المشاكل هنا؟ في الحقيقة هو العامل الأساس والسبب الحقيقي هو النقص يعني أعداد الأعداد التي دخلت إلى الآن من المساعدات لا تكفي إلى كل المتضررين سواء من الزلزال أو ما قبله بالأصل برنامج غذاء العالمي كما أخبرتك لديه نقص قبل الزلزال وقت الزلزال فضاعف أعداد المتضررين ضعف أعداد المحتاجين للمعونات الفورية وللسلال الغذائية الفورية التي تدخل من البرنامج فنقص هذه المساعدات هو بالتالي السبب الرئيسي لعدم لوصول المساعدات للمستفيدين وعدم وصولها لآخرين حسب مدير برنامج الأغذية العالمي قال أن البرنامج لا يحصل على تيسيرات الدخول التي يحتاجها من السلطات في شمال غربي سوريا صرحت السلطات أكثر من مرة إدارة معبر باب الهواء المعبر الوحيد الآن وإضافة إلى المعبرين الذين تم افتتاحهما مؤخرا معبر الراعي ومعبر جرابلوس أن كافة التسهيلات لدخول هذه المساعدات موجودة والدليل هو دخول كل يوم تدخل قوافل للأمم المتحدة إلى مناطق شمال غرب سوريا لكن السؤال الأبرز هل تكفي هذه المساعدات لكل المتضررين هنا هذا السؤال الحقيقي هذا السبب الحقيقي وراء وهذه هي العراقيل الوحيدة الموجودة أننا اليوم ولتكون الأمم المتحدة جريئة بالاعتراف وهم يعترفون الآن بأنهم يعانون نقص شديد وأن المساعدات لن تكفي لأكثر من ستين يوم فهم إذن يواجهون مشكلة حقيقة في التمويل مشكلة حقيقية في تأمين هذه المساعدات لهؤلاء المتضررين هل تم إحصاء أعداد المتضررين لأنه الذي نعرفه فقط إحصاء المساعدات التي تدخل بالأطنان وأيضا أن هناك نقص شديد هل تم إحصاء المتضررين؟ نعم نحن اليوم قبل الكارثة لدينا مليون شخص يعيشون في المخيمات يفتقدون إلى أدنى مقومات الحياة كان برنامج غذاء العالمي لا يغطي منهم إلا خمسين إلى ستين في المئة بشكل دقيق وحسب إحصائيات الأمم المتحدة اليوم بعد الزلزال نحن لدينا أكثر من ثلاثين ألف عائلة تضررت بشكل مباشر يعني هذه تضررت بشكل مباشر أي فقدت منازلها إما بشكل جزئي أو بشكل كامل ثلاثين ألف عائلة إذا بوسطيا العائلة خمس أشخاص فنحن أمام عدد كبير يضاف إلى المليون شخص الذين يعانون بالأصل قبل الزلزال من هذه من نقص المواد الشديد سواء المواد الغذائية أو المواد غير الغذائية أو كافة الخدمات الإساسية ومقومات الحياة التي يجب أن نوفرها لهم كمنظمات إغاثية وكأمم المتحدة طيب هل تصل مساعدات من داخل سوريا باقي المحافظات السورية ربما لا يوجد هناك عراقين مثلما التي تدخل من خارج سوريا نعم في الحقيقة وصلت قوافل إغاثية تبرع بها أهالي دير الزور محافظة دير الزور وصلت إلى الشمال السوري وكانت عبارة عن أكثر من خمسين شاحنة محملة بمواد غذائية وإسعافية ومواد طبية وكان لها بصراحة أثر كبير عند أهالي المنطقة هنا في منطقة شمال غرب سوريا بالأصل لأن أنت اليوم حتى مناطق دير الزور يعني مناطق منكوبة فالمنكوب يغيث المنكوب هذه كان لها أثر كبير وأثر إيجابي عند السوريين فيما بينهم فهذه وصلت من المناطق في شمال غرب سوريا أما عبر خطوط التماس مع مناطق النظام لم تصل أي مساعدات إلى الآن شكرا